أمان الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا أبناء الأعزاء في هذه الحصة وهي الحصة الرابعة طبعا الحكاية الضبي يبحث عن صديق نتعاقد الآن حول مجموعة من الأهداف من بينها أولا نعرف شبكة مفردات خارطة الكلمة ثم تحويل جملة من المضارئ إلى الماضي وكذلك أنسجو على غرار نستموح الأساليب من أجل إتيان بجمل نشرع على بركة الله طبعا الضبي يبحث عن صديق حل الظلام فحضنت الضبي صغيرها وحكت له قصة الأرنب الأبيض الذي أنقضه صديقه من بندقية قناص فقال الضبي الصغير أريد أن يصبح لي صديق يساعدني وأساعده يا أمي قالت الضبي حسنا يا صغيري ابحث لك عن صديق خرج الضبي الصغير ظهرا وظل يمشي حتى رأى سنجابا رشيقا ذا ذيل طويل كتيف الشعر فحياه وطالب منه أن يدله على منبع ماء قريب لكن السنجابا نظر إلي غير مبال وقال ما كان عليك أن تفارق أمك عذ إلى بيتك قال الضبي طبعا في نفسه هذا سنجابا متعشرف لا يصلح أن يكون صديقا لي اشتد العطش بالضبي فواصل سيره إلى أن وصل إلى نهر يجري فيه ماء عد ظهر أمامه قطيع من الوعول الصغيرة تلعب وتقفز قال الضبي الوعول الصغيرة هل ألعب معكم رحبت الوعول الصغيرة بالضبي أخذ الضبي يلعب أخذ الضبي الصغير يجري ويقفز ويمرح مع الوعول الصغيرة وفجأة صاح أحد الوعول قناص قادم على القنص عازم لا تلعبوا هيا هربوا تفرقت الوعول هاربة عندئذ تعثر الضبي الصغير وبدأ يتمره ويتوجع فخوفه من القناص جعله يفقد توازنه ويسقط على الأرض لم تكترت له الوعول وجدت لتنقذ حياتها إلا وعلا صغيرا رجع ليسعف الضبي ويساعده على الهرب قال الضبي الوعل الصغير أنا عاجز عن المشي أغرب أنجب نفسك أجاب الوعل لن أرتكب غلطة وأتركك في هذه الورطة بقي الوعل الصغير حتى نجح في مساعدته على الوقوف على قوائمه نعم طبعا الآن ده بعدما استمعنا الحكاية من يسرد للحكاية طبعا بأسلوب الخاص ماذا فهمتم ماذا بقي في ذاكرتكم حول هذه الحكاية نعم جيد الضبي الصغير يريد أن يكون له صديق مزيان فطلب من أمه أن يبحث عن صديق طبعا فسمحت له بأن يبحث عن صديق فلما خرج ظهرا رأى سنجابا نعم سأله كي يدله على منبع ماء نعم فبدأ أن السنجاب كان متعجفا نعم قال له ما كان عليك أن تفارق أمك عد إلى بيتك ثم وصل سيره إلى أن وصل إلى طبعا حزن نهر الجري فيه ماء فوجدوا وعولا وطالب منهم أن يلعب معهم فطبعا رحبوا به إلا أن قناصا نعم رأى أحد الوعولي القناص فطالب من أصدقائه الهروب ونجوا إلا أن الضبي الصغير تعثر نعم وساعده أحد الوعول نعم جيد حاولوا أن تسردوها أنتم بطبعا بأسلوبكم الخاص الآن سنمر إلى الأسئلة الثالية عدنا شبكة المفردات نعم سنبحث عن حيوانات طبعا في النص لقرأنا خذوا ورقة وصلوا اكتبوا في الواسط حيوانات وابحثوا عن الكلمات طبعا أو الحيوانات الموجودة في النص نعم عدنا وعلون ضبيون ضبيتون وسنجاب الآن سنبحث عن خريطة الكلمة أسعفا نعم سنبحث عن نوع دياله المراضف ثم الدد ثم الجملة نعم يبحث عن أسعف فهو طبعا فعل قلب على المراضف ثم قلب على الدد ثم على أتيه بجملة أنا جاوب ديالي أسعفا طبعا فهو فعل أسعفا يعني أنقذا وضد دياله أهمل تخلاعا الجملة أسعف الوعل الضبي المصاب أسعف الرجل الطفل الصغير أو أسعف الممرض الطفل الصغير المريض نعم هذه هي خارطة الكلمة نبحث عن معنى أسعف هي أنقذة ثم ضدها أهمل تخلا ثم الأتيه بجملة أسعفا للوعل الضبي المصاب وطبعا نوع دياله أنه فعل عدنا أحول الجملة التالية إلى الماضي نعم تحضن الضبية صغيرها حضنة الضبية صغيرها يشعر الضبي بالضماء شعر الضبي بالضماء تقفز الوعول فرحة قفزتي الوعول فرحة نعم ها هو الجواب ثم أنسج على غرار ما يلي نعم أريد أن يصبح لي صديقا أساعده ويساعدني نعم أريد أريد أن يكون لي صديق يرافقني وأرافقه إلى الملعب أريد أن أتعاون مع صديقي كي يساعدني وأساعده نعم ما كان عليك أن تغاطر أمك أو تفارق أمك ما كان عليك أن ترفع صوتك فوق صوت أبيك ما كان عليك أن تهمل واجباتك المنزلية نعم ما كان عليك أن تسب أخاك ما كان عليك أن لا تسمع لي أمك أتمنى أن تكونوا قد سوعبتم وإنما أن تكونوا قد سعيدا